ذلك ومن يعظ شعائر الله فإن هذا التقوى القلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشعائر الدينية نفتح في هذه الحلقة ملفا هاما وخطيرا من الملفات التي تؤرق المسلمين وتقض مضاجعهم ألا وهو التكفير واستحلال دماء وأموال المسلمين وإخراجهم من ملة الإسلام زورا وبهتانا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الناس كلمة واحدة يدخلهم بها في الإسلام فما هو التكفير ومتى نشأ وما هي مخاطره وما هي ضوابطه في الفقه الإسلامي وما هو موقف علماء الأمة الإسلامية من هذه الظاهرة هذه الأسئلة وغيرها نلقيها على الأستاذ محمد نور حمدان المتخصص في قضايا الشعائر الدينية والردة مرحبا بك أستاذ محمد حياك الله أستاذ ماجد حياك الله أستاذ فضيلتكم يعني انطلاقا من فكرة التكفير أريد من فضيلتكم أن تحدثنا عن منشأ هذه الظاهرة وكيف انتشرت سيما وأنها تكاثرت خلال ثورات الربيع العربي وبلغت ذروتها في الثورة السورية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بداية أستاذ ماجد قبل أن نتكلم عن انتشار هذه الظاهرة لابد أن نشير إلى نقطتين مهمتين النقطة الأولى أن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية فقد قال تعالى مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحبب الناس من الدعوة الإسلامية فقال له ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فالمبدع الأول الذي قامت عليه رسالة الإسلام عالمية الإسلام ودعوة الناس إلى الإسلام الأمر الثاني إن الأمة الإسلامية لم تصب بمقتل إلا عندما انتشرت ظاهرة التعصب المذهبي وانتشار ظاهرة التعصب المذهبي أدى إلى وجود التكفير فكل فرقة تتعصب لمذهبها وتكفر الفرقة الأخرى فانشغل المسلمون بتكفير بعضهم البعض وانعكس ذلك على الحياة السياسية فاستبيح الدماء المسلمين وأموالهم وأدرك الحملات الصليبية هذا الموضوع فأصابوا المسلمين بمقتل واستبيح الدماء المسلمين وأموالهم عندما انتشرت هذه الظاهرة وقد تنبه الإمام الغزالي رحمه الله على هذا الموضوع في عصر الإمام الغزالي انتشرت الحملات الصليبية بشكل كبير وكان المسلمون يخسرون خسارات كبيرة فأدرك الإمام الغزالي هذا الموضوع فعتزل الناس عشر سنوات كتب كتابه إحياء علوم الدين أراد أن يجدد للمسلمين دينهم وانتشرت بعد ذلك ظهرت بعد ذلك المدارس الإصلاحية منها مدرسة الشيخ عبدالقادر الجيلاني رحمه الله ومنها مدرسة الإمام ابن تيمية رحمه الله وقد أثرت هذه المدارس بظهور جيل صلاح الدين فوحد صلاح الدين المسلمين جميعهم وتوجهوا نحو الصليبيين وتحررت القدس فظاهرة التكفير نعوذ إلى هذه الظاهرة التي أصابت المسلمين بمقتل انتشرت هذه الظاهرة متى نشأت أستاذنا؟ نشأت هذه الظاهرة منذ عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل إلى رسول الله وقال له اعدل يا محمد كان من الأعراب من سكان البادي وقال اعدل يا محمد يعني هو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضي هذا القوم أو من ذريته رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم وأعمالكم إلى أعمالهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وبعد ذلك ظهرت التكفير كفكر متأصل عند الخوارج كتيار سياسي تيار سياسي عند الخوارج فهذه الفرقة ظهرت وطبعا بداية ظهورها في مسألة التحكيم مع سيدنا علي بن أبي طالب وعندما قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في التحكيم فقامت ظهرت هذه الطائفة وكفرت الصحابة لأنهم قبلوا بالتحكيم وبعد ذلك الخوارج أصبحت فرقة مستقلة لها منهاجها ولكن منهاجها المعروف هو التكفير طيب أستاذ محمد يعني بعد هذا الشرح عن فكرة منشأ ظاهرة التكفير أود أن أسألك عن ما هو الكفر الذي يخرج الإنسان من ملة الإسلام الكفر المخرج من الملة هو إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة أن يكون قطعيا وأن يشتهر بين الناس كفرضية الصلاة قطعية الثبوت والدلالة ومشتهرة بين الناس فإنكار هذا الموضوع هو إنكار معلوم من الدين بالضرورة أستاذنا ما معنى كلمة قطعي في الثبوت والدلالة؟ ما معنى هذا الكلام؟ قطعي الثبوت طبعا القطعي هنا معان قطعي الثبوت وقطعي الدلالة قطعي الثبوت أن يكون قد ورد بنصا قطعي كالقرآن الكريم والسن المتواترة قطعي الدلالة أن لا يهتمل إلا معنا واحدا فإذا أنكر ما هو قطعي من الدين بالضرورة هنا وقع في ذائرة التكفير أما إذا أنكر ما هو قطعي من الدين وليس معلوما بالضرورة بمعنى أنه أنكر مثلا حالات بنت الأبن فهذه قطعية واردة في نصوص قرآنية ولكنها ليست معلومة عند الناس تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى أشترك سنأتي على ذكرها أريد منك مثالا حتى لا يلتبس علينا الأمر يعني إنكار الصلاة الصلاة ثابتة قطعية الثبوت والدلالة ومشهورة بين عامة الناس فإنكارها تخرج الإنسان عن ملة الإسلام نعم إنكارها يؤدي إلى أنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة نعم فإنكارها يؤدي إلى الوقوع في دائرة التكفير طيب يعني أريد أن أسأل فضيلتكم هل يكفر المسلم إذا أنكر حكما قطعيا لكنه ليس معلوما من الدين بالضرورة يعني بالمثال الذي أنت منذ قليل تفضلت به أنكر استحقاق بنت الأبن لمراث السدس مع وجود البنت يعني علما أنه تعلم فضيلتكم أنه حكم مجموع عليه نعم الآن هنا الحكم هو قطع هو قطع الثبوت لأنه ورد في القرآن الكريم لكنه ليس معلوما من الدين بالضرورة يعني ما مثلا إذا سألت إنسان عامي عن هذه الحالات قد يجهلها فهذا إنكار قطعي ليس معلوما من الدين بالضرورة فلم يتحقق فيه الشرطان إذن الشرطان حتى يكون الإنسان يمكن أن يكون الإنسان كافر هو أن ينكر قطعيا ومعلوما من الدين بالضرورة هذان الشرطان إذا تحققا قد يقع الإنسان في دائرة الكفر أما إذا تخلف أحد هذين الشرطين بمعنى أنكر قطعيا من الدين ولم يكن معلوما من الدين بالضرورة فهنا لا يقع في دائرة الكفر أو على العكس أنكر أمر ظني حكم ظني الثبوت أو ظني الدلالة فهنا أيضا لا يكون قد وقع في دائرة الكفر يعني إذا نستطيع أن نقول أن المعلوم من الدين بالضرورة يتصف بصفتين قطعي في الثبوت والدلالة ومشتهر بين عامة الناس أو بين عامة المسلمين وفيما أن اختلت إحدى هاتين الصفتين وطبعا الفقهاء حصروا الكفر فقط في هذه الحالة الوحيدة يعني إذا استقررنا كتب الفقهاء أهل السن والجماعة في هذا الموضوع حصروا الكفر في هذا الموضوع فقط طيب أستاذ محمد العلماء الأمة الإسلامية وضعوا مبدأا للتمييز لتمييز الأمور المكفرة وهو التمييز بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر فما هو الفرق بينهما وكيف لنا أن نميز أيضا أن نعرف أن هذا الأمر كفر أصغر أو كفر أكبر طبعا في الشريعة الإسلامية وردت بعض النصوص المطلقة وهذه النصوص المطلقة تحتاج إلى بعض التأويلات مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك إنسان يحلف بغير الله فقد أشرك مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحلف بالولد أو الحلف نعم أن يحلف برأس أبي بحياتي أبي بحياتي لا القرآن كلام الله تعالى هل يجوز الحلف به نعم لأنه كلام الله عز وجل مثلا بالأبن بالولد بالشرف نعم الأمثلة الدارجة يعني في الحياة اليومية هذه الأمور من حلف بغير الله النبي صلى الله عليه وسلم لا عن حلف بغير الله لأنه فيه تعظيم لغير الله تعالى فقال من حلف بغير الله فقد أشرف فهنا أطلق لفظ الشرك على من حلف بغير الله تعالى العلماء هنا أولوا هذا الشرك فقالوا هو شرك دون شرك يعني هو شرك أصغر دون الشرك الأكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر سباب المسلم في سوق وقتاله كفر أيضا قتاله كفر فقال العلماء أيضا القتال كفر بمعنى كفر دون كفر أي كفر أصغر دون كفر أكبر وقال أيضا قال تعالى ومن يقتل المؤمن المتعمد فجزاءه جهنم خالدا فيها هنا أيضا أول هذه الآية فقالوا فجزاءه جهنم خالدا فيها بمعنى أنه من استحل القتل من استحل القتل عمد فهو كافر لأنه أنكر قطعي ومعلوم من الدين بالضرورة هنا أنكر القتل واستحل القتل أنكر قطعيا ومعلوم من الدين بالضرورة طيب أستاذ كيف نستطيع نحن كعامة الناس أن نميز أن هذا الأمر هو كفر أكبر وهذا الأمر هو كفر أصغر ما هو الضابط ما هو المميز والعامل المفرق بينهما الضابط والمميز هو أن ينكر قطعيا معلوم من الدين بالضرورة فإذا أنكر قطعيا معلوم من الدين بالضرورة كأن يستحل القتل قتل المسلم فهنا أنكر قطعية معلومة من الدين بالضرورة لأن حرم الدماء المسلمين هي معلومة من الدين بالضرورة فإذا أنكر هذا يكون قد وقع في دائرة الكفر الأكبر أما ما عدا هذه الأمور فهي كفر أصغر أو كفر دون كفر كما عبر عنها فقهاء المسلمين إذن نستطيع أن نتخذ من تلك المعلومة وهي المعلومة من الدين بالضرورة قاعدة نستند عليها ونعتمد عليها في التمييز بين الأمور والمكفرات من حيث الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر نعم أيضا عندنا نصوص كثيرة وردت في الأحاديث مثلا ليس من من لم يرحم كبيرنا من لم يرحم كبيرنا من لم يحترم كبيرنا ولم يرحم صغيرنا فهنا ليس مننا ما معنى أنه خرج من دائرة الإسلام ليس مننا هنا أيضا تعتبره كفر دون كفر بمعنى هو الكفر الأصغر وليس هو الكفر الأكبر الكفر الأصغر يعني لا يخرج صاحبه لا يخرج صاحبه من الماء ممكن أن تقول عنه إنه إنسان عاصي إنه إنسان فاسق إنه إنسان آثم بحسب الجريمية طيب أريد أن أسألك يعني باختصار هل يعتبر من يرتكب الكفر الأصغر أنه كافر؟ طبعا لا باتفاق الفقهاء باتفاق جمهور المسلمين أنه ليس كافر لأنه كفر دون كفر وبالتالي لا نطقق عليه طبعا ملاحظة مهمة يجب أن نشير إله الخوارج كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة فكان ليس عندهم كفر أصغر وكفر أكبر أي أي فيها كفر معناته هذا الرجل كافر مثلا قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولاك هم الكافرون فوردت الآية في ثلاث معهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولاك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولاك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولاك هم الفاسقون فالعلماء هنا فسروا الكفر في الآية الأولى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولاك هم الكافرون بمعنى أنه مستحل للحكم بغير ما أنزل الله يعني أن يقول لك أن هذه القوانين الوضعية هي أفضل من شرع الله عز وجل وأنا لا أريد تطبيق شرع الله تعالى فهنا هو يعتبر كافر أما إذا كانت هناك بعض الموانع للحكم بغير ما أنزل الله كان يقول أنا أعلم أن حكم ما أنزل الله هو الأصلح للأمة وهو أصلح للمجتمع وهو أصلح للبلاد لكن كان عنده موانع تمنعه من الحكم بما أنزل الله تعالى فهو كفرا دون كفر ونطلق عليه فأولاك هم الظالمون أو فأولاك هم الفاسقون وكذلك فسرع العلماء فمن لم يحكم بما أنزل الله مستحلا الحكم بغير ما أنزل الله فهذا ينطبق عليه حكم الكفر أما إذا حكم بغير ما أنزل الله بسبب موانع تمنعه من الحكم بما أنزل الله وكان مقرا بقلبه أن الحكم بما أنزل الله هو الحكم الأنسب والأصلح فهذا لا يعتبر كافرا طيب أستاذ محمد العلماء قالوا أن الكفر ليس نوعا واحدا وإنما له أنواع متعددة فما هي أنواع المكفرات ومعيار التفريق بينها طبعا للتكفير هناك عدة معايير وضعها العلماء بالنسبة لأنواع المكفرات فبعض العلماء قالوا أن المكفرات ثلاثة أنواع كفر الاعتقاد وهو أن يعتقد بقلبه مثلا عدم وجود الله تعالى هذا كفر الاعتقاد وكفر في اللسان وهو أن يتلفظ بكلمة الكفر بألفاظ كفرية وكفر في العمل أن يصب الله عز وجل وكفر في العمل وذلك بأن يأتي بأعمال كفرية تكفيرية لا يوجد فيها تأويل هذا معيار للتفريق بينها مثلا والعياذ بالله أن يلقي مصحف القذورات هذه أنواع ثلاثة للمكفرات وأيضا بعض العلماء قالوا أن هناك أنواع أخرى للمكفرات وهي كفر عناد وذلك بأن يعاند بقلبه ولسانه يعترف بوجود الله تعالى ولكن يعاند بقلبه ولسانه وكفر نفاق وذلك بأن ينكر بقلبه الإسلام ويعترف بلسانه كفر النفاق وكفر جحود وذلك بأن ينكر بقلبه الإسلام ويعترف فقط بلسانه وكفر إنكار طيب التكفير كيف تشرحه لنا التكفير قلنا أنه في حالة واحدة فقط يقع الإنسان في مجال التكفير وهو أن ينكر قطعيا معلوما من الدين بالضرورة ومع هذه الحالة أيضا يوجد ضوابط يعني نحن لا نقول أنه بالتكفير بشكل مطلق ولكن مع إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة هناك ضوابط خمسة ممكن أن نضبطها حتى نحكم بشخص بأنه كافر وعدم كافر طبعا مع العلم كما أشرت في البداية أنه العلماء كلهم كل جميع العلماء كانوا مع عدم التكفير كانوا كما بيّنت في حلقة سابقة أنه إذا وجدت رواية لا يكفر لا نقول بالتكفير متى وجدت رواية لا يكفر يعني كلامك هذا فضيلتكم يعني يتطابق مع قول الإمام الغزالي التكفير فيه خطر والسكوت لا خطر فيه يعني برأيكم هل هذه الكلمة صحيحة ما المقصود بها؟ هذه الكلمة إذا استقرأنا نصوص فقهية نصوص أقوال علماء الكثيرة نجد أن هناك تواتر معنوي في هذه العبارات يعني أنا جمع عديد من العبارات التي فيها الميل إلى عدم التكفير والأصل في الإسلام عدم التكفير والتكفير أمر عارض وأمر طارئ فالأصل هو عدم التكفير قلت لك قبل قليل التكفير في حالة واحدة وأن ننكر معلومة من الدين بالضرورة وبضوابط خمسة طيب يعني أريد أن أسألك الآن أنت تحدثت منذ قليل عن بعض القواعد أو الضوابط أريد منك الآن يعني شرحا تفصيليا لهذه القواعد ما هي القواعد والضوابط المحددة في الشريعة الإسلامية لموضوع التكفير؟ ممكن يعني إذا هذه القواعد أن نحفظها بشكل يعني جيد كالقواعدة هي خمسة خمس قواعد طبعا هذه القواعد جاءت من خلال الاستقرار من نصوص الفقهية أولا التكفير حكم شرعي نعدده الآن واحد التكفير حكم شرعي اثنين الحكم بالردة حكم قضائي طبعا الكفر والردة مصرحان لمعنى واحد ثالثا لا تكفير مع الشبهة والاحتمال رابعا الحكم بالظاهر وترك الضمائر خامسا التكفير المطلق لا يستلزم تكفير معين طيب نبدأ بالضابط وطبعا هذه القواعد هي ليست على سبيل الحصر يعني ممكن يكون هناك قواعد أخرى طيب فضيلتكم لو تحدثنا عن القاعدة الأولى أو الضابط الأول وهو التكفير حكم شرعي طبعا بخطورة التكفير ولعظم أمر التكفير فهذا الأمر ليس هناك عندنا حكم شرعي وحكم مجال العقل فيه فهذا الحكم حكم شرعي لا مجال للعقل فيه فالأحكام التي وردت فيها التكفير نقول فيها بالتكفير أما ما عادها لا يمكن أن نجتهد ونقول إذا فعل فلان كذا فهو كافر فلا مجال للعقل فيها وإنما هي تعتمد على النصوص القرآنية ونصوص الحديث النبوي يعني هو ما حكم الله ورسوله بأنه كافر ما حكم الله تعالى ورسوله بأنه كافر وفي هذه الحالة أن ينكر قطعيا معلوما من الدين بالضرورة طيب يعني استحضرنا أيضا أستاذ محمد قول للإمام الغزالي التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود في النار ما معنى هذا الكلام؟ التكفير حكم شرعي أي الحكم هو عن طريق الحكم الله ورسوله وبسبب عظم التكفير أنه يؤدي إلى استباحة دماء الناس يعني هو يقصد الآثار التي تترتب على نام لذلك يجب علينا أن نحتاط قدر الإمكان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال الأخي يا كافر فهو كقتله لأنه يستبيح دماءه ويستبيح أمواله في هذا اللفظ هذا المصطلح وهذا ما يعني جعل العلماء يضعون مبدأ لفهم نصوص الكتاب والسنة وهو التفريط بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر ورتبوا آثارا لكل واحد دائما يحملون معاني الآيات التي فيها التكفير على معنى الاستحلال والإنكار لها فمثلا يقول ابن تيمية مبينا معنى الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يقول من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصات لاحظ ملتزم لكن عصى الله عز وجل ليس بكافر نعم وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله لاحظ أستاذ ماجد حتى الصحابة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سأله أحد الصحابة قال له ماذا ما حكم الخوارج فقال القتال فقال هم كفار قال إنما هم فروا من الكفر يعني هنهربوا من الكفر جماعة فقال هذا الرجل الصحابي لسيدنا علي بن أبي طالب إذا ماذا نقول عنهم فقال إخوانكم بغوا عليكم لاحظ هذا المصطلح إخوانكم بغوا عليكم أريد أن نشير إلى نقطة مهمة أستاذ ماجد هناك يجب علينا أن نفرق بين التكفير والقتال فالمسلم قد يقاتل فئة باغية وفئة معتدية لكن قتالك لهذه الفئة الباغية لا يعني قتالك لهذه الفئة الباغية أنها كافرة وإنما قد تقاتل المسلمون نشأ بعض الخلط خصوصا في الثورة السورية الشباب طبعا كلهم مجاهدون فقالوا أننا لا نقاتل إلا من كفر فصاروا يكفرون بشكل عام من أجل القتال يعني أدى أنه مثلا مقدمة هي التكفير والنتيجة هي القتال لكن من أين نشأت هذه المقدمة والنجاة هذه النتيجة لا نعلم ليس لها حكم شرعي القتال قد تقاتل مسلم بسبب أنه باغي قد تقاتل مسلم لأنه يأخذ مالك قد تقاتل مسلم لأنه يعتدي على عرضك لكن هل معنى أن هذا كافر؟ لا يعني قتالك له بأنه كافر وأنما قد تقاتله لأنه عاصي لأنه فاسق لأنه آثم ولكن ليس لكفره فهذا لماذا معنى بن أبي طالب الخبارج وممكن طبعا الآن عندنا داعش هؤلاء مجاهدون نعم مجاهدون ويقرون ينطقون بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن نقاتلهم ولكن قتالنا لهم هل لكفرهم؟ لا ليس لكفرهم وإنما لأنهم في أباغية معتدية على المسلمين فنقاتلهم أما أنهم كفار ونقول عنهم كفار فيجب علينا أن لا نقع في هذا المأزق طيب فضيلتكم عفوا هذا الموضوع بحثه يطول وسنكمل معك بإذن الله في الحلقة القادمة إن شاء الله ولكن تلخيصا لكل ما سبق أريد أن أركز معك على نقطة مهمة جدا وهو الكفر الأكبر هو الكفر بالله أو الرسول أو البعث أو أنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة ويكون صاحبه كافرا يستحق الخلود في النار نعم أما الكفر الأصغر فيطلق على المعاصي كلها ولا يكون يعني المسلم يطلق على صاحبه بأنه عاصي ولا يكون يعني صاحبها خالدا خالدا في النار أو كافرا نعم كفر أصغر وكفر دون كفر طيب شكرا لك أستاذ محمد كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وسنكمل بإذن الله موضوع هذه الحلقة في الحلقة القادمة بإذن الله هذا ماجد خطيب يحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة